في مفاجأة صادمة للجمهور وبعد صراع طويل مع مرض السرطان أعلن الشاب المغربي نور الدين رحيل زوجته التكتكر والمؤسرة شيماء بن سعيد أثناء وجوده في إحدى المستشفيات في دولة الإمارات وخبر رفاة التكتكر شيماء بن سعيد أصار حالة كبيرة جدا من الحزن والأسى لدى متابعيها الذين عبروا عن تعاطفهم وقدموا الدعم لزوجها وعائلتها لكن في نفس الوقت اتعرض نور الدين زوجر رحلة شيماء بن سعيد للهجوم من البعض على السوشال ميديا اللي عجموه بسبب أنه بينشر فيديوهات لزوجته الراحلة وبيشارك مع متابعيه كل تفاصيل حياتهم علشان يربح فلوس وأنه كان بيستغل مرض زوجته الله يرحمها للربح من الفيديوهات اللي بينشرها دي وفي أول رد فعلا من نور الدين على الكلام ده مسح كل الفيديوهات الخاصة بيه وبزوجته من الانستجرام ونشر ستوري قال فيها أن الانستجرام ما فيهوش أي ربح وأن الناس الوعية بس هي اللي عرفة الكلام ده وقال كمان أنه لو ما كانش أعلن عن وفاة زوجته بالطريقة دي ما كانش حد هيعرفها ولا كان حد هيعرف أنها توفت ولا كان حد هيجي الجنازة في النهاية رحم الله الفقيدة شيماء بن سعيد وأسكانها فسيحة جناته وإن لله وإن الله يرجعون والحد هنا يكون الفيديو خلص إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد